ونعود إلى ضيوفنا في هذه الساعة وأبدأ مع أستاذ ميشيل أبو نجم انطلاقا أستاذ ميشيل من ما قدمه زميلنا هاني الآن يعني رغم استمرار العملية العسكرية وازديات حدتها على أكثر من محور في الداخل الأوكراني لم تتوقف الجهود الدبلوماسية ولا لحظة يعني آخر هذه الجهود ما تبعنا خلال الساعة الماضية أستاذ ميشيل تحديدا هذا الاتصال الثلاثي بين الرئيسين ماكرون وبوتين وأيضا المستشار الألماني شولتس ونتحدث الآن عن نتائجه هل وصل هذا الاتصال إلى أي شيء إيجابي هل يمكن القول اليوم في ظل شروط موسكو التي لم تتبدل أستاذ ميشيل هل يمكن لهذه المحادثات هل يمكن للمسار الدبلوماسي أن ينجح نعم أشكرك على هذا السؤال لأنك وضعت اليد على الجرح بسرعة كبيرة في الواقع أريد أن أذكر أن الرئيس الفرنسي لم نتظر اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي للتواصل مع الرئيس بوتين ولبذل المساعي من أجل أن لا تحصل هذه الحرب أذكر هنا بأنه زار موسكو كان الزعيم الغربي الأول الذي زار موسكو في السابع من الشهر الماضي وأنه منذ 24 فبراير اتصل سبع مرات بالرئيس الروسي لماذا؟ لأن الغربيين بشكل عام والأوروبيون بشكل خاص يرون أنه بالنهاية لم أفرق من الحل الدبلوماسي من التواصل السياسي لماذا؟ لأنه في غياب الحل الدبلوماسي في غياب التواصل السياسي فإن الأبواب مفتوحة للحرب ولكل الفضاعات التي يمكن أن تأتي بها إذا كان السؤال هل نجحت هذه المحاولات؟ الجواب هو قطعي بالطبع لا أذكر هنا بمقاله الرئيس بوتين للرئيس ماكرون وللمستشار شولتز يوم الخميس الماضي قال لهم إنني عازما على أن أحقق جميع أهدافي في أكبر صحيح إما عبر المفاوضات أو عبر الحرب حتى اليوم هذه المفاوضات التي جرت على المستوى التقني بين وفدين روسي وأوكراني في بيلاروسيا ربما النجاح الوحيد لها أنها سمحت بأن يفتح يوميا تفتح يوميا بعض الممرات الإنسانية التي تفتح حينا وتغلق حينا آخر المستوى السياسي الذي حصل في أنطاليا بين وزيري خارجية البلدين لم يضي إلى أي شيء لأن الهوى صحيقة بين ما يمكن أن تقبل به روسيا من جهة وما يمكن أن تتنازل عنه أوكرانيا من جهة أخرى وبالتالي إذا كانت الدبلوماسية فائدة للدبلوماسية فائدة معينة فإن فائدتها تكمن في حل الأمور المستعصية بكلام آخر في محاولة العثور على حلول وسطية للمواقف المتباعدة إلى حد كبير وهذا غائب حتى اللحظة أستاذ ميشيل بشكل كبير جدا كما ذكرت سأعود للغوص في تفاصيل لربما ما تم الاتفاق عليه أو ما يبحث الآن خلال هذه المفاوضات لكن معي من الكويت الدبلوماسي الأوكراني إيفان سهيدة لربما لنقف معه عند الموقف الأوكراني سيد إيفان اعذرني على السؤال قبل ما أسأله يعني ما الذي يجعل أوكرانيا حتى الساعة هي التي ترى مدنها تسقط تباعا تراهن على هذا المسار تراهن على المسار الدبلوماسي هل لأن الخيارات أستاذ إيفان الأخرى بالوقت الراهن غير موجودة؟ نعم أوكرانيا تصير على الخطوط الحمراء التي موجودة عندنا وهي الوحدة الوطنية وانزحاب القوات الروسية من أوكرانيا وبالطبع كما ذكر زميلنا من فرنسا أنا متافق معه أنا هناك مواقف جدا مختلفة ولكن أوكرانيا هي جاهزة أن تبحث الحال في كل المواجلات ممكنة وكما رأيتم في تركيا في فرنسا في بيلاروس في أي جهة بالرغم على ذلك هناك كذلك أريد أن أؤكد على هذا الموقف أن هناك ممارات إنسانية فربما هي النتيجة الوحيدة التي خرجت منها هذه المفاوضات ولكن أوكرانيا لن تقبل الإملاءات الروسية والحرب تواصل ونحن نعتمد أكثر شيء على الشعب وعلى الجيش الأوكراني وحتى هذه المدن الأوكرانية التي تحاصر من طرف روسيا وهناك مقاتل الحرب جارية وبعض المدن يدخل هناك جيش روسي وبعض المدن مازال محاصرة ونحن واقفين وجاهزين للدفاع عن بلادنا والرئيس الأوكراني فولودي ميرزيلنسكي أيضا يشدد على أن الغرب بإمكانه أن يلعب دورا فاعلا في هذه المفاوضات سأرحب بضيفي من واشنطن سيد ريتشارد تشاسدي وأسأل لربما عن الموقف الأمريكي اللي لمسنا خلال الساعات الماضية سيد ريتشارد واشنطن لن تتخلى عن أوكرانيا هذا هو الموقف اللي نعرف منذ اللحظة الأولى وحتى قبل اندلاع هذه المعركة لكن ما أكد عليه المتحدة باسم الخارجية اليوم أن واشنطن مستعدة لاتخاذ خطوات ديبلوماسية قد تكون مفيدة لصالح الحكومة الأوكرانية ما الذي نفهم من هنا وما هو هذا الدور الذي يمكن أن تلعبه واشنطن ديبلوماسيا لدعم كيف أظن أن موقف الأمريكيين واضح للغاية ومستمر وهو أن أوكرانيا هي دولة مستقلة ذات السيادة وما الذي تحاول الحكومة الولايات المتحدة وقيادتها القيمة به هو توفير الدعم المادي للحكومة الأوكرانية وللمقاومة الأوكرانية وفي نفس الوقت تحاول ضمانة أنه ليس هناك نزاع مباشر أو قتال مباشر ما بين القوات التي تدعمها القوات التي تنقل الأسلحة الأمريكية للأوكرانيين من طائرات الماك 29 في محاولة إملي إيصالها الأوكرانية وبين الروس والفكرة هنا هو ضمان أنه ليس هناك أي نزاع مباشر ما بين روسيا وقوات الحلف الشمال الأطلسي ومع قولي هذا فالأمريكيون على الأكثر يقومون بالتخطيط لخطط لبديلة لزيلانسكي ولحكومة في المنفى إذا ما استمر الوضع كما هو عليه على مدى الأسابيع التقليلات القادمة وفي تلك المرحلة على القوات الأمريكية أن تنسق مع الرئيس زيلانسكي حول كيفية دعم تدخل مبرر ووضع أطر العمل لتقديم قضايا جرائم حربي ضد الرئيس بوتين في المحكمات العدل الدولية وما يحصل الآن هو مد وجزر فإذا ما كان يستخدم الرئيس فلاديمير بوتين أي أسلحة بيولوجية فالخوف هنا من موضوع أسلحة أو الخوف الروسي أو الاتحامات الروسية بأن هناك مختبرات للأسلحة البيولوجية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل على مشارف روسيا هو هو عبارة عن عن مبررات والتخوف هنا من من استخدام هذه الأسلحة من قبل الجانب الروسي والذي سيغير صورة تماما وعقول هذا وما على أن نيت أن تعيه أنه تحت القانون الدولي فهذا تحت تحت فقرة 38 من قانون مجلس الأمن الدولي والذي يتطلب التدخل التدخل الإنساني على الأقل لكن أعذرني سيد ريتشيرد سيد ريتشيرد أعذرني على المقاطعة في النقطة التي سألت عنها وأرد أن أستوضح منك مسألة كيف يمكن لواشنطن أن تلعب دوراً في المسار الدبلوماسي هل يمكن لواشنطن دبلوماسياً أن تدعم كييف وكيف؟ يمكنها أن تدعم كييف ويمكنها أن تعمل مع تركيا كوسيط ولربما فرنسا وإسرائيل كوسيط لمحاولة معرفة النواية حولت خلف تلك السياسات ومحاولة تحريك الأمور لمعرفة ما الذي يدفع بالمواقف المختلفة للأطراف المختلفة ومحاولة إيجاد حل لتلك الأمور العالقة هذه نقطة مهمة جداً أشرت إليها الآن أن تعمل ربما الولايات المتحدة على الخط الدبلوماسي من خلال الوسطاء سيد أندري مورتزين أهلاً بك معنا إلى هذا الحوار طبعاً موسكو لا ترى إمكانية أن تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط لكن اليوم ما هو نوع الوساطة التي ترى موسكو أن بإمكانها أن تخرق لربما الجمود الحاصل حتى الساعة على خط المسار الدبلوماسي أي وساطة ممكن أن ترضى بها موسكو الآن؟ مساء الخير طبعاً روسيا لا تقبل أي وساطة من قبل الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة هي طرف في النزاء الولايات المتحدة الدبلوماسية الأمريكية تتلخص في شيء واحد فرض العقوبات جديدة 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 على روسيا وأجبار الرئيس بوتين للإستسلام هذه هي الدبلوماسية الأمريكية وطبعاً لا يمكن أن يدروا الكلام بهذا الخصوص فيما يخصو الوساطة روسيا ستقبل أي وساطة من إذا كان الوسط المحايدا وابعيداً عن الجانب الروسي وابعيداً عن الجانب الوكرايني براي يمكن أن يكون الإسرائيل وان يالي أبغاد الدور مثالي نفتالي بنت لأن هناك أسرة كبيرة في إسرائيل الوكراينيا ليهود الوكرايين واليهود الروس في إسرائيل هذا الحقيقة يمكن أن يكون الإسرائيل يمكن أن يكون الإسرائيل مثلاً السياسي الكبير وانفوز من أوروبا مثلاً المستشار المانية Анجела Меркель يمكن أن يكون الإسرائيل مثلاً رئيس كزاكستان قاسم جمارتاكايف ولا روسيا ولا Украине ولا يمكن أن يكون الإسرائيل مثلاً من سيد لوكاشنكو من الرئيس بلاروسيا وروسيا لن تقبل الوساطة أظن من رئيس توركي رجب تايبر دوغان لأنه الموالي بأوكرانيا أنا قلتم لك ثلاثة أشخاص طبعاً روسيا قد توافق على الوساطة ويجب أن يكون الوساطة محايداً وبعيداً عن كل الطرفين هو كان الرئيس الأوكراني قد اقترح على الجانب الإسرائيلي ترتيب لقاء مع الرئيس بوتين في القدس وهذه معلومة كنا قد طلعنا عليها خلال الساعات الماضية بطبيعة الحال سأعود للحديث عن ذلك أستاذ ميشيل أبو نجم الحديث الآن عندما نتحدث عن هذه المفاوضات يقتصر كما ذكرت لنا في مداخلتك السابقة على الممرات الإنسانية على مسألة اتفاق لوقف إطلاق النار هنا الموضوع يجعلني أتساءل هل تحقيق تقدم على خط الأزمة الإنسانية كافٍ اليوم للقول بأن هذه المحادثات قد نجحت بالطبع تحقيق بعض النجاحات لأنه ليست هناك نجاحات يمكن الاعتداد بها بعض النجاحات ليس من شأنه أن يدفع باتجاه نجاح المفاوضات لماذا؟ لأن مسار المفاوضات وهذا للأسف أمر مفروض منه مربوط إلى حد كبير بما يحصل ميدانياً وبالتالي فإن الميدان هو الذي يحدد ما إذا كانت المفاوضات يمكن أن تنجح أو لا تنجح ملاحظة أولى ملاحظة ثانية أريد أن أشير إلى أن ضيفك من موسكو أشار إلى كافة أنواع الوسطاء لكنه نسي على الوسيط الأوروبي علما أن الوسيط الأوروبي وهو فرنسي وألماني هو الأكثر نشاطاً في هذا المجال كما ذكرنا في المداخلة الأولى وأريد أن أضيف جملة واحدة وسمحتي لي أن الوسيط الأوروبي لا يذهب إلى موسكو فارغاً ليدين بل يذهب إلى موسكو مسلحاً بأمرين الأمر الأول هو الرغبة في المحافظة على خطة ديبلوماسية المفتوح بين العالم وبين روسيا من جهة والأمر الثاني هو العقوبات المفروضة على روسيا والتي شبهها اليوم أحد مستشارية الرئيس ماكرو بأنها تشبه ما فرد سابقاً على كوريا الشمالية على إيران أو على سوريا هل من إمكانية لنجاح المفوضات؟ أعتقد أن المهم في هذه المسألة هو معرفة المحددات يعني عندما سنذهب إلى المفوضات علينا أن نعرف عما يمكن أن نتفاوض إذا كان الطرف الروسي يريد سلفاً الحياب من أوكرانيا ونزع سلاح الكوات الأوكرانية واعتراف أوكرانيا بسيادة روسيا على شبجة زيادة القرى واعترافها باستقلال الدومباس الجمهوريتين إنفصاليتين شرطاً هذه كلها شرطاً لوقف إطلاق النار بينما الطرف الأوكراني يربط المفوضات بشرط مسبق ووقف إطلاق النار من الواضح اليوم أنه لن تكون هناك مفوضات وأنه لو حصلت هذه المفوضات فإنها لن تنجح بالمقابل اليوم السؤال الذي يدور على المستوى الأوروبي من خلال ما سمعناه أمس في اجتماع القادر الأوروبيين الـ 27 في قصر بيرساي ومما سمعناه اليوم من الرئاسة الفرنسية هو البحث عن المحددات بكلام آخر ما الذي يمكن أن تقبله أوكرانيا نحن سمعنا الرئيس زيلنسكي وسمعنا أيضاً وزير الخارجية يتحدثان عن الاستعداد للخوض في موضوع الحياة ماذا يعني ذلك؟ يعني أن أوكرانيا مستعدة اليوم للتجاوب بين مزدوجين لأكل الخنوع أو للرضوغ للتجاوب والبحث في هذه المسألة الأمر الذي كان مرفوضاً سابقاً والأمر الذي جعلته موسكو في الرسالة الشهيرة إلى واشنطن وإلى الحفل أطلسي في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي شرطاً أساسياً إلى جانب الحياة إلى جانب أن يسحب الحلف الأطلسي كل المنظومات العسكرية الصاروخية التي نصابها في بلدان أوروبا الشرقية التي كانت سابقاً أعضاء في حلفوا إذن الأمة ليست مغلقة بشكل نهائي ولكن كما قلت لك إنما يجرى اليوم ميدنياً هو الذي يمكن أن يدلنا على المسار الذي يفسلكه هذه المفاوضات إما بهذا الاتجار وهذه هي الأوراق أستاذ ميشيل التي حاولت موسكو أن تجمعها لربما خلال الأسابيع الماضية ويقال أن تستخدمها اليوم على طاولة المفاوضات سيد إيفان سييدا زيلنسكي تحدث عن توجه مختلف بشكل جوهري خلال المفاوضات بين كييف وموسكو الآن تسأل أستاذ ميشيل أبو نجم ما الذي يمكن أن تقبله أوكرانيا ما الذي يمكن أن نفهمه من كلام الرئيس زيلنسكي نعم عيقا كان هناك كلام وأنا قرأتها في الصحافة بأن هناك إمكانية التفاوض في خصوص مثلا الحياد ولكن التفاوض فقط حاليا لأن أوكرانيا تصير على اختيار مصيرنا وبخصوص هذا التفاوض كذلك من الطرف الروسي سمعنا مؤخرا أن هناك خفية أو تخفى شرط من شروط إزالة النازية التي ليست موجودة في أوكرانيا ولكن هذا شرط كذلك كان موجودا ضمن المتطلبات الروسية وبخصوص الحياد نحن كذلك سمعنا بعض التصريحات من طرف دول ناتو من بعض أضاء من دول ناتو أن أوكرانيا ربما تأخذ 25 سنة الاندمام إليها أو كذلك بعض الدول تعارض كهنغاريا تعارض للاندمام للناتو ولكن حاليا بسبب أهد الحرب الجارية في أوكرانيا نحن نرى أن أوكرانيا هي قادرة لمواجهة الجيش الروسي ونرى كذلك أن الناتو لا تريد مواجهة الجيش الروسي ونحن كذلك لا نريد ذلك ولكن نحن مجبرين على هذا من أجل الدفاع عن نفسنا ولابد من ذلك وبخصوص كذلك الدبلوماسية والمسائي من أجل مسائي الدبلوماسية من أجل حل هذه هذا الحرب وحقيقة الدبلوماسية ضعيفة عندما يتحدثون المدافع والأسكر وحرب جارية حارة وكل نصف ساعة أو ساعتين ساعة ساعتين أنا أرى في تيليجرام هناك إحذار لذهاب إلى تخت المباني لأن هناك قصف متواصل تستعنف دائما وهذه الجرام ضد الإنسانية كذلك لن تبقى من خارج اهتمام أوكرانيا وحتى في المحكمة الدولية هناك أستاذي الجامعي في القانون الدولي الذي يحرك هذا الموضوع هو للأسف للأسف سيد إيفان كما كنا نقول في تغطيتنا السابقة المساران مختلفان تماما المسار الميداني مختلف تماما عن المسار الدبلوماسي وهذا ما أكدت عليه موسكو مرات عدة سنعود إلى هذه النقطة معك سيد ريتشارد شاسدي إلى أي مدى اليوم تعتبر واشنطن أنه ما يجري حاليا من تطورات في هذه الأزمة مرتبط بالقرارات التي اتخذها الغرب تباعا يعني بشكل آخر خليني أطرح السؤال بطريقة مختلفة هل ترى واشنطن تأثيرا مباشرا للعقوبات على مسار هذه الأزمة وتوجهات الرئيس بوتين الحالية والمستقبلية أظن أنه سياسيا ترى واشنطن أن لهذه الحزمة الواسعة النطاق من العقوبات الاقتصادية لها تأثير ووقع سواء كانت مالية وضد وزارة الخارجية الروسية والخطط الأخيرة المتعلقة أرسولا أوفاندولا رئيسة المفوضية الأوروبية لتقلل الاعتماد الأوروبي على النفط أو الغاز الأوروبي بـ 50% بحلول بالنهاية 2022 مع قول هذا وما الذي يقلقنيه لا أمران وهو أن العقوبات الاقتصادية المفروضة ستدفع بروسيا إلى الفلك أو إلى المدار الصيني بطريقة لم نكن لاشهدها سابقا ويمكن أن نفكر هنا من مجالات عدة فيما يتعلق بأن الصين ستتمكن من أن توفر التكنولوجيا لروسيا والتي لربما ستقطع عنها العقوبات الغربية وأن الصين ستستمكن أعذرني على المقاطعة هنا في هذه النقطة ألم يكن ذلك في حساب الولايات المتحدة؟ فكروا بالأمر ولكن مثله مثل أي سياسات أخرى سيكون هناك مقايضات هناك جوانب إيجابية وسلبية للأمر لذا فعندما نفكر بالاحتماليات الدبلوماسية لا نسمع كثيرا عما هو مقترح فعليا ولكن ربما يمكننا التفكير أنه بالإضافة إلى احتمالية حيادية فإن أحد الأمور التي يجب أن أن نتحدث عنها في موضوع الحيادية هذا هو شيء أسميه نموذج تيتو في وقت في تيتو حيث كان هناك استقلالية كبيرة فيما تعلق بالعلاقات الخارجية في مقابل النشاط السياسي الذي كان يتماشى مع سياسة الكراملين ويمكن أن يوضع شيء وهو شبيه بالحيادية وخيار آخر ويمكن أن يكون هو إنشاء ما الذي يسميه بعض العلماء السياسيين بترتيب أو نظام يشمل أعضاء كبار للنيتو وروسيا في محاولة لتنسيق النشاطات مع الدول الأضعفة والمنطقة لضمان الاستقرار السياسي وأمر آخر يجب أن يتعامل معه حسب رأيي وظني هو موضوع ما الذي سيحصل لحلف شبال الأطلسي في القرن الواحد وعشرين وفكرت في الماضي هذه أسئلة أسئلة كثيرة سيد ريتشارد شاستي سيكون لنا حديث فيها في لقاءات أخرى لكن بمسألة تحديدا كيف يمكن لهذه الضغوطات كيف يمكن لهذه العقوبات أن تؤثر على المواقف الروسية نسأل سيد أندري مورتازين في هذه النقطة بالذات سيد أندري لفتنا اليوم حديث مديرة الاستخبارات الأمريكية عندما اعتبرت قبل ساعات أن ما يمكن لبوتين أن يعده نصرا قد يتغير مع الوقت بالنظر للتكاليف الكبير لقواته سيد أندري إلى أي مدى بإمكاننا أن نرى تغييرا في السياسة الروسية نتيجة للضغوطات من جهة الداخلية التي يتعرض لها بوتين وأيضا للضغوطات الخارجية الحالية منذ 2014 بعد انقلاب السياسي في كييف حاولت دولة الهربية أن تغيير السلوك الرئيس بوتين لم تتسنى البوتين لم يغيير السلوك وعتقد أنه لن يغيير يعني تغيير السلوك يعني استسلام أمام الهرب أما بوتين يتأمسك بالمبدان آخر النصر أو الاستجهاد هذا الشهر لجويوش لعربية وطبعن أعتقد أن بوتين لن يتراجع لأن اي تراجع في زروف الحرب يعني استسلام الاستسلام غير مقبول في حال استسلام ستبدو الحرب يملا الشروط على روسيا الآن في العالم المواصر هناك دولتان اللتاني لا تتبعاني للملأ لأمريكي وهما روسيا والسن الآن على النات المتحدة والإتحاد للعرب حربان اقتصادين واعلمين على روسيا هذا الشيء لأنه هنا الغدف غير المولينا الغدف الغير المولينا إسقاط النزام رئيس بوتين بواسطة اقتصاد روسي تخفيد المصطفى المعيش لشعب روسي وإثارة الغدب الشعبي والتي قد يعدي براية غير المتحدة إلى الربيع العربي إلى الربيع الروسي في موسكو أعتقد براية هذا السيناريو لن يمر لأن روسيا الآن تحاولت إلى قلعة الصمود والتصدي للإمبريالية الأمريكية والأوروبية هذا ما يجعل الرئيس بوتين يؤكد أن هذه العملية أعتقد هو يعرف هو يعرف أفان أفان